فترة الحمل والولادة والفترة الأولانية بعد الولادة ده بالنسبة للمرأة نوع من أنواع الضغطات يعني فيها درجة من الشدة مش قليلة أي أن كانت آه يعني ده في العموم فكرة الحمل والتغيرات الجسمانية والنفسية والهرمونات وحاجات كتيرة قوي قالي كده الولادة نفسها ولكية فكرة الطفل وما يتبعه من أنه صهر وحد تانية بقيت مسؤولة عنه يعني فكرة دي كلها كل العملية دي كلها طبعا بتمثل ضغط شديد على المرأة طيب فبالتالي كلنا بنجلنا درجة من درجات الأعراض التوتر والألأ والإكتئاب أعراض مين بقى اللي هيجيله حشام المرأة أنه يبقى عندي الأعراض الإكتئاب تتحول إلى التراب الإكتئاب أو مرأة الإكتئاب فعليا طبعا ومين اللي هتتحول عندها أعراض الألأ لمرأة الألأ أو مين اللي هتجيلها أي مرض نفسي تاني غير الألأ والإكتئاب دي زي ما قلنا قبل كده كتير أن المرض النفسي زيه زي أي مرض علشان أنا يجيلي مرض نفسي محتاجة حاجتين محتاجة أن أنا على مستوى جيناتي أو مستوى للراسة عندي استعداد يعني لو أنا مثلا صفاء عندي استعداد للإكتئاب أو كان جالي بيجيلي اكتئاب قبل الحمل أو جالي اكتئاب بس اكتئاب حقيقي وأنا حمل وأنا حامل يعني في التلات حالات دول لما هولت في الفترة بالذات أول أربع أسابيع بعد الولادة هبقى عرضة كتير أكتر من غيري أن أنا يجيلي مرض الاكتئاب عشان كده الحوالي بحطين عينهم عليك اكتئاب بتفاصيله بقى طبعا لدرجة أنه هو لو أنا هجيلي مرض الاكتئاب ودي خطرتها برضو عشان كده بنقول الموضوع ده مهم يجيلي مع أعراض فصامية يعني إيه أعراض فصامية يعني يجيلي مثلا أفكار وضلالات وأفكار خطئة وممكن بناء عليها أرتكب جريمة يعني لو أنا عندي اكتئاب شديد وجالي فكرة أن أنا أم يعني مهملة أو عندي إحساس بالذنب شديد أو أن أنا مثلا مش هقدر أربي إبني بس فكرة مش فكرة عادية أو درجة قناعتي بيها عادية لأ دي فكرة الترتقي إلى ضلالة يعني أنا مصدقة الفكرة دي مية في المية دي اللي بنقول عليها يا شام أعراض فصامية ممكن أأذي إبني أو أأذي نفسي عشان كده دي حاجة مهمة جدا يعني فكرة كلمة الاكتئاب أن أي واحد زعلان شو يقولك لأ أنا مكتئب نحن نتكلم على الاكتئاب المرض بالضبط الاكتئاب الحقيقي اللي هو ليه أعراض صعبة طبعا 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 مش هاد زعلان شويتين لا 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 كلنا بنزعل شويتين موضوع اللي أنا قلت لك عليك البيزلاين أن كل الستات في مرحلة الحمل والولادة والمرحلة بعد الولادة بنبقى مخنوقين ومتدايقين ومجدودين درجة على لسان الناس يبقى زعلان شوية أقول لك لأ أنا مكتئب لا موضوع الاستخدام الخط لكن مين العرض أن يجيله اكتئاب والاكتئاب المرض يقولنا عني لو أنا قريدي عندي استعداد وراسي للاكتئاب كان بيجي لي اكتئاب قبل الحمل جالي اكتئاب في فترة الحمل دي الحالات اللي أنا أبقى مفتحة عيني عليها وأنا هنا بوجه رسالة للناس اللي حوالين المرأة جوزها أهلها بتاع أن دي أكتر عرضة من غيرها أني لما هتولد بالذات في الفترة الأسبوع السوري الشهر الأولاني دي بقى أكتر وقت هيجيله في الاكتئاب يعني فكرة الدعم لازم تكون موجودة جدا خلال الفترة دي كلها دي مهم جدا جدا ده دي يعني من أهم الحاجات لو أنا مريضة اكتئاب في فترة الولادة وما بعد الولادة بكم شهر كده دعم بمعنى أن حد يساعدني